مشاهدين أتسع صباحاً موعدنا مع مجز الأهم الأنباء مع هالا حمالاويت فضلي هالا شكراً جمانا أتسع صباحاً بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينج موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلاً بكم تستضيف العاصمة الكينية نايروبي غداً الاجتماع التنسيقي الخامس نصف السنوي للاتحاد الأفريقي والتجامعات الاقتصادية الأفريقية ويأتي ذلك بمشاركة عدد من قادة ورؤساء الدول والحكومات الأفريقية ويستهدف الاجتماع عرض ومناقشة وضع التكامل الأفريقي والإصلاح المؤسسي للاتحاد الأفريقي إضافة إلى تقييم التقدم الذي تم إحرازه في تنفيذ الخطة العشرية الأولى لأجندة عام 2063 وتتولى مصر حالياً رئاسة اللجنة التوجهية لرؤساء الدول وحكومات الوكالة الأفريقية للتنمية نيباد لمدة عامين أكدت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة التزامهما المشترك بإنهاء الأزمة في السودان وتلبية الاحتياجات الإنسانية هناك جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجره وزير الخارجي السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الأمريكي أنتني بلينكين وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن الوزيرين استعرضا أوجها توطيد العلاقة الثنائية كما نقش الجانبان المستعجدات على الساحتين الإقليمية والدولية قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه لم تعود هناك تهديدات واسعة النطاق وإن كان مل تركيز القوات الأوكرانية على خط المواجهة وأوضح زيلانسكي أنه عقد اجتماعا مفصلا مع هيئة الأركان ركز بشكل أساسي على خط المواجهة والوضع في جميع الجبهات الرئيسية إلى جانب عنصر التسليح والدفاع ضد الهجمات الروسية وخطوات القوات الأوكرانية في المعارك اتهمت لجنة تحقيق روسية رسميا مواطنا أوكرانيا بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار ضد القائد السابق في الأسطول الروسي الراسي في مياه البحر الأسود سانزيلاف ريزاتسكي إلى جانب ضلوعه في تهريب أسلحة بشكل غير قانوني واعتقل المواطن الأوكراني في وقت سابق من هذا الأسبوع لصلته بمقتل العسكري الروسي السابق وذلك في مدينة كرازنودار الروسية وكانت لجنة التحقيق الروسية قد نشرت في وقت سابق مقطع فيديو يظهر المشتبه به وهو يسير في مكان ارتكاب الجريمة أكد الرئيس الفرنسي مانوال مقهان ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين لمواجهة الاضطرابات والتحديات الحالية وذكرت الرئاسة الفرنسية أن مقهان ومودي أكد خلال لقائهما في باريس على همش الاحتفالات بالعيد الوطني الفرنسي أن هذه الشراكة الاستراتيجية تعد أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى لدعم احترام القانون الدولي وإقامة منطقة آمنة وسلمية في منطقة المحيطين الهدي والهادئ لجنب مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ والطاقة النظيفة والصحة والأمن الغذائي والفقر والتنمية أدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانه على ملعب التتش استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقراري لها مساء غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين لبطولة الدولي الممتاز وعقد المدير الفني للفريق مارسل كولر محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق الميران الحديث عن الجون بالفنية وخاطب بعض اللاعبين تدريبات استشفائية للتخلص من الإجهاد العضلي فيما أدى باقي اللاعبين الميران كاملا وكان الأهلي قد حقق الفوز على الزمالج بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على استاذ القاهرة والمؤجلة من الجولة الحدية والثلاثين لبطولة الدوري والتي توجي بها الفريق بالشكل الرسمي بطلا للدوري فاز البنك الأهلي على نظره فيوتشر بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على استاذ قاهرة الدولي في إطار منافسات الأسبوع الرابع والثلاثين والأخير من مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم جاء الهدف بأقدام كريم بنبو مهاجم البنك الأهلي في الدقيقة الخامسة والسبعين من زمن اللقاء ليحقق نهاية مميزة للفريق الذي كان يصارع الهبوط حتى الجولة قبل الأخيرة من المسابقة وبهذه النتيجة يحتل فريق فيوتشر المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد ثمانية وخمسين نقطة جمعها من أربعة وثلاثين مباراة حيث حقق الفوز في خمس عشر مباراة وتعدل في ثلاثة عشر لقاء وخسر ست مواجهات وسجل لعبوه أربعة وثلاثين هدفا واستقبلت شباكهم ثلاثة وعشرين هدفا بينما يحتل فريق البنك الأهلي المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد تسعة وثلاثين نقطة انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل